جدد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي مطالبته لحلف شمال الأطلنطي النيتو بفرد منطقة حضر طيران فوق بلاده معتبرا أن امتناعا ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلفة قال زيلينيسكي في هذا التوقيت وفي هذا الإطار بأنه حضر بشكل واضح قادة النيتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال روسيا مشيرا إلى أن أوكرانيا ستصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع بين الرئيسين زيلينيسكي وفلاديمير بوتين